وزارة الشباب والرياضة بعتت للنادي الأهلي نسخة من تقرير اللجنة الوزارية المشكلة بقرار وزاري رقم 578 ل2018 ودي خاصة بفحص بعض الأعمال الخاصة بالنادي وكان متضام من 22 ملاحظة وطلبوا من إدارة النادي الأهلي قال على الحمراء سرعة الرد في موعد أقصى أسبوعين ده نص البيان الذي صدر أو نسخة التقرير اللجنة الوزارية الصدر نتائج التحقيقات شملة 22 ملاحظة من بينها خلينا كده نشوف مع بعض البيان عندك مثلا اتحاد المصير قرية القادمة برئاسة تانية بوريدة أصدر بيان رسمي لا ده حاجة تانية نتائج التحقيقات 22 ملاحظة من بينها حالات تهرب ضريبي مخالفات مالية اللجنة طلبت إدارة النادي بتقديم ما يفيد بأسباب الملاحظات خلال مدة زي ما قلنا أقصىها أسبوعين وفي الملاحظة العشرين مثلا على سبيل المثال قايلين أنه عدم قيام النادي بتحصيل قيمة بعض السلف الشخصية المنصرفة لبعض العاملين الصابقين بالنادي وأنه تاريخ صرفها بيرجع لألفين واربعة عشر وأنه ما تعملهاش تسوية لغاية النهاردة أو لغاية تاريخ صدور هذا القرار وفي الملاحظة 21 مثلا جايين قايلين أنه مخالفة النادي لشروط وقواعد صرف السلفة وتسويتها والمنصوص عليها بالمدى 34 من اللائحة المالية للأندية وصرف سلفة مؤقتة دون تسويتها حتى تاريخ برضو لألفين واربعة عشر طبعا دكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة قال أن التقرير اللي أرسلته لجنة حصر أموال النادي الأهلي إلى القلعة الحمراء ده إجراء طبيعي وأنه سيحدث بأي مؤسسات أو هيئة رياضية